أجل خلي بالكو عايز أقول لكو حاجة محمد الشناوي لما نرجع بالذاكرة كده بدايته ما كانتش حلوة في الكورة يعني اللي اتفرج على محمد الشناوي في بدايته كحارس مرمى كان طلق الجيش و مش عارف بيتروجيتو ما عملش ما كانش مستوى مميز لكن أنا قعدت قاعدة مع محمد الشناوي في 2016 كانوا كنا خارجين مع بعض كده أنا وهو كابتن وليد صلاح الدين كابتن حسام عشور وصديقنا إياد شلا كده كنا بنخرج دايما مع بعض فكان محمد الشناوي بقى انتقل للأهلي بس ما كانش لسه بيلعب كان إكرامي هو الشريف إكرامي اللي بيلعب فمحمد الشناوي احنا قاعدين في القاعدة كده كنا قاعدين أنا وهو بنتكلم فقال لي يا كريم هتتفرج عليها الفترة جانا هعمل ايه مش شناوي بقى مش شريف إكرامي بيلعب عليك وبتاع انت خدت الكلام كده قال لي تشوف أنا مركز متمرن جامد جدا حبقى جون مصر الأول وحبقى جون النادي الأهلي الأول حارس مرمى مصر الأول وحارس مرمى الأهلي الأول خدت الكلام كده ويعني كنا قابل كاس عالم 2018 قابلها بسنتين كنا لسه في تصفيات كاس عالم وكان هو لسه احتياطي ما كانش بيلعب بشكل أساسي الرجل اجتهد وشتغل على نفسه مرن وركز واجتهد وأخلص بقى أحسن حارس في مصر وحارس مصر الأول وحارس الأهلي الأول وكل سنة في الحفلة بتاعت الكاف بيبقى من ضمن أحسن ثلاث حراس على مستوى قارة أفريقيا مع ياسين بونو ومع أونانا ومع الحراس الكبار جدا اللي في قارة أفريقيا فأنا بحي محمد الشنوني كمان ضغوط كبيرة جدا عليه ضغوط رجل كابتن فرقى وبعدين إيه جاله عروض كتيرة بفلوس كتيرة جدا النادي الأهلي تمسك به وهو تمسك بالأهلي رغم أنه ممكن يروح في أي حتة ياخد أضعاف أضعاف اللي بيلعب فيها في النادي الأهلي أو اللي بياخدها في النادي الأهلي الفلوس يعني فبصراحة الكل اجتهد يعني مش تلاقي كلام حلو أكتر من كده أقوله